في إطار متابعتنا اليومية في صباح الخير لكل اللمسات اللي بتوضع لمؤتمر كاب 27 والاستعدادات اللي موجودة في شرم الشيخ زمننا أحمد الحسيني أجرى لقاء خاص لصباح الخير يا مصر مع اللواء خالد فودا محافظ جنوب سيناء كلمنا فيه عن اللمسات النهائية لكافة الأعمال والاستعدادات الخاصة لاستقبال قمة المناخ كاب 27 في شرم الشيخ مزالت الاستعدادات جارية لاستقبال قمة المناخ كاب 27 في 6 من نوفمبر القادم بإذن الله وللمزيد عن هذه التفاصيل يسعدنا أن نرحب بضيفنا العزيز سيادة ألواء خالد فودا محافظ جنوب سيناء سيادة ألواء أهلا بيك كلمنا عن آخر الاستعدادات وآخر الافتتاحات اللي تتم على آخر حاجة النهاردة عملناها أن احنا فتحنا أوعيد الفتاح سقالة خليج دعمة دي أقدم سقالة اللي بيقف على المراك بتاخد السياح وتتبدي تتحرك تنزل بهم البحر وكذا دي النهاردة احنا فتحنا أوعيد يعني تطورها أوعيد فتاحها على فكرة معمول في شغل كواس قوي معمول فيها مكان لاستقبال السياح معمول فيها أماكن زي رسطورانات موجودة السقالة بتاخد سبع مراكب يعني يخد جنب بعض تركين جنب بعض ولا أروع يعني حاجة شيك وحاجة جميلة تليق بالمدينة إحنا دي ممكن دا من استعدادات الأخيرة إحنا طبعا بدأنا في شوارع وكهرباء وطوقة شمسية وحديقة حاية بارك وتوبوسات كهرباء وتوبوسات غاز ومحطات للتوبوسات وبايك شير وتطوير السوء القديم وتطوير بقية المعلم النهاردة بقى بنفتتح وبنعيد افتتاح سقالة خليج النعمة أقدم سقالة موجودة هنا في المحاقفة المدينة ده إضافة لأعمال اللي تمت الفترة اللي فاتت انت نهاردة انت قدامك حوالي 10-12 يوم لا احنا عمكنا هنوقف الشغر يوم 30 يعني خلاص يعني الحاجات اللي هي تلميعة كافتنيش كلام من ده لان اعنا اعتبر خلصنا من نهاردة 24 يعني ما قدامناش كتير فيعتبر من أواخر الحاجات اللي احنا بتفتحها هي هذه السقالة اللي فتحناها النهاردة طبعا عندنا موضوعات أخرى لسه بنطور في الإضاءات اللي موجودة في خليج نعمة احنا كان عندنا صدريس الوزراء وعدا معانا ودخل بنفسه وشاف الاستعداد وشاف السقالة دي على فكرة وكان يعني كان بتتفنش بعد اسبوع بالضبط المنزلت وكنا بنفتحها هوا مع المسؤولين هنا عايز اقول ان دي كلها استعدادات بترفع من قيمة المدينة وبتجهز عشان اللي فودي اللي جاية دي عارفة ان هنا في مناطق أوص عالمية وعارفة ان هنا في خليج العقبة انهم ممكن يعملوا جولات بحرية ممكن يعملوا عشاء بحرية ممكن يعملوا جولة بالماء اللي يخوت ممكن ينزلوا ويختصوا فاحنا بنجهز نفسنا ان لو ايا من الوفود اراد انه هو يتحرك يجي يبقى عندنا السقالة المناسبة المؤمنة والمراكب المؤمنة عشان السايح يجي عشان يوصل هنا بيعدي في طرق رائعة جميلة المدينة الشوارع الرئاسية بتاعت الخليج نعمة كلها اعيد تطويرها طبق تخططها واضائتها شفت انت المحلات كلها نمط واحد لون واحد كل ده كله دي كلها حاجات السايح ومشتها وعينه على حاجة وحشة بالفعل اصبحت مدينة الشرم الشيخ مدينة خضراء صديقة للبيئة كيف سينظر القادمين زوار المؤتمر لهذه المدينة كيف سينقلوها للخارج بعد عود طبعا هو احنا عشان نقلوها دي بقى طبعا لازم يقتنعوا تماما بالامكانات اللي موجودة فيها يعني زي مقلتلك احنا دي اخر حاجة بنفتحها المواردة لا ده احنا فتحنا حديقة دولية في حديقة بتاعة وزارة البيئة للحديقة النباتية بنعمل شوارع بنعمل طاقة شمسية اربعين ميجا وطاقة شمسية انتهينا منهم بتعمل لهم محطة شحن الكليب بالنسبة للكهربا عشان المية واربعين ممكن نتشحنوا في وقت واحد يعني معمون محطة عملاقة بتشيل المية واربعين في وقت واحد الكلام ده يعني امكانيات دي امكانيات دي قدرات احنا موجودة عندنا مش موجودة باعدة تاني محطات توبيسات موجودة هيعدي تتقطر يعني ست دقايق من كل توبيس والاخر موجودة عليه تويتات بتاع الوصول والمغادرة وكل كلام ده موجود عندك بايك شير اللي مش عايش يركب الاتوبيسات يمكن ياخد كروت يشتريها وياخد العجلة يعمل بها جولته وحيسيبها حتى الشركة المنوطة هتروح تجيب الحاجات دي كلها يعني عايز اقولك ان العالم هينظر ليك لان كلام ده موجود برا الاتوبيسات والتقطر بتاعها وتقوتاتها والدقة بتاعتها والبايك شير وكل كلام ده كله موجود برا عندك بقى كمان مامشة سياحة يا علامي ستة كيلو وانت رايح على المطار وستة كيلو وانت جاي من المطار طبعا موجود فيه تلات محاور محور الاول هو محور العجل محور التاني مامشة سبعتاشر متر مظلات محور التالت محور التالت هو محور المحلات بنحاول نجيب ماركات معينة بحيث ان بردو السايح ممكن يشتري حاجة من الماركات العالمية بقى وعمل سيحة الشوبنج كمان ده اللي بنحاول يعني نأكد عليه ونحاول انتهينا منه بالفعل انتهينا منه بنشكرك شكرا جزيلا وبالفعل موجود مقدر وجهود كبيرة جدا للمحافظ جنوب سيناء وليك جميع العاملين في هذه المسات الأخيرة لاستقبال طيمة المناقب 27 ونشكرا جزيلا ونشكرا جزيلا ونشكرا جزيلا اشتركوا في القناة